طيب بسم الله الرحمن الرحيم كما كل شباب عاملين ايه يعز علينا ان احنا بقالنا كتير مشفتقوش بس يعني لعله خير ان شاء الله ربنا يجيب العائب سليمة كده ودايما يكون اللي جاي احسن بإذن الله وربنا يلطف بينه وبعباده طيب احنا كنا اخر حاجة اخدناها في الكورس ان احنا بدأنا المجموعة الرابعة من شابتر البروتوزوة لو حد فاكر كنا قلنا ان احنا قسمنا البروتوزوة لأربع مجموعات اميبة سيليت فلاجليت وسبوروزوة بدأنا المرة اللي فاتت فعلا في السبوروزوة وقلت لحضرتك ان السبوروزوة هي عبارة عن مجموعة بروتوزوة ما عندهاش حاجة تتحرك بيها يعني ما عندهاش اللي احنا بنسميه ارجانيلزوف لوكوموشن بس هي تسمت بجده عشان خاطر هي بتكون خلايا وتشكل نفسها في خلايا عاملة شبه السبورز اللي انتو خدتوه في المايكرون اللي يقول السبورزوف بكتيريا فبنامي عليه جاءت الاسم السبوروزو اسمنا احنا السبوروزوة مجموعتين مجموعة ألا وهي عايشة في الانتستن وده ان شاء الله ناخدها في الحصة الجاية او في الفيديو ان شاء الله ومجموعة ثانية تشو التشو كان عبارة عن الجدول الاسري وبالتالي فانت مطلوب بس من حضرتك تفتح لي كده الجدول الاسري وصفحة ستة وعشرين وسبعة وعشرين تقريبا في المذكرة كان هم عبارة عن ثري تشو سبوروزوة مالاريا او بلازموديو مالاريا بيبيشيا وتوكسو بلازما نهينا المرة اللي فاتت المالاريا والبيبيشيا والمفهود تكون حضرتك رجعتهم وخلصوا وذكرتهم عشان خاطر نبدأ بقى مع بعض بالتوكسو بلازما جوندياي طيب تعالى كده ما نفهم ايه بقى قصة التوكسو بلازما جوندياي وليه معظم الامهات بتخاف على بناتها من فكرة تربية القطط تحديدا قبل فترة الارتباط او الجواز او الحمل اعتقدا منهم ان دايما يقولوا القطط دي دايما بتعمل سقط الحمل او دايما بتخلي الحمل ما يكملش صح كده طيب تعالى بقى نشوف كده ايه اللي بيحصل قصة التوكسو بلازما جوندياي تم اكتشافها اول مرة سنة 1908 اكتشفت عن طريق وجودها في النوع من انواع الرودنت نوع من انواع القوارد اسمه جوندياي فسموها جوندياي يعني في اول ما اكتشفوها اكتشفوها جوندياي وقال لك ان دي بيتصيب الفران والرودنت فقط والانسان مالوش دعوة بيها تماما سنة 1923 وجدوا انها دخلت جوة جسم الانسان استخلصوها من الريتنا بتاع الطفل صغير سنة 1923 فخلاص بدوا بيها يدرسوها على انها اللي بتأثر على الانسان وعلى الاطفال وعلى الاشخاص بمختلف اعمارهم ومختلف اجناسهم وسموها توكسو بلازما جاي من كلمة توكسن توكسون اللي هي بالكلمة معناها كيرفت هما لما جون بصوا على شكلها لو انها عاملة شبه الكيرف كده او عاملة شبه القوس فقال لك خلاص احنا نسميها توكسون فسمها توكسو بلازما فاسجل اسمي بقى توكسو بلازما جوندياي طيب تعالي كده قبل ما ناخد التوكسو بلازما جوندياي ونعرف الليف سايكل بتاعتها بص كده معي في الورقة دي اللي انا طبعا هنزل لك صورتها عشان خاطر لما تحب تذكر منها ايه هي الاشكال اللي بتتواجد بيها التوكسو بلازما لما جينا ياولاد درسنا طبيعة التوكسو بلازما عرفت انها عبارة عن نوع من انواع الاسبروزوة عشان يتكاثر او عشان يتم انتاج اجيال جديدة فهي قدامها احتمال من اتنين اما يكون التكاثر ده اسيكشول اما يكون التكاثر ده سيكشول اما انه يكون اسيكشول طيب لما جينا نبص على الاسيكشول لقينا ان التكاثر بتاعها اسمه تشايزوجوني اللي منكم ذكر ملاريا عارف يعني ايه تشايزوجوني هو نوع من أنواع الاسكش والمالتبليكيشن بيحصل فيه أن الخلية الواحدة لما تنقسم بتديك مالتبول سيلزة بتديك حوالي خمس ست خلايا يعني واحد يديك خمسة وخمسة يديك خمسة واشرين وخمسة واشرين يديك مية ومية يديك ألف وهكذا على نفس النمط لما جينا نبصنا على الخلية بتاعتها عرفنا أن اسمها تروفوزويد الخلية اسمها تروفوزويد وده سيئها زي بقية الشبتر كله زي بقية خلايا الشبتر كله تروفوزويد عادية بنفس الشكل لنفسه كل حاجة بس استغربوا أنهم لقوا فيه نوعين من التروفوزويد فيه نوع تروفوزويد نشيط جدا انقسامه سريع جدا قوي جدا حتى لو جهاز المناعة شغال هو ممكن يتغلب على جهاز المناعة النوع دوت غالبا بيتواجد في المرض وهو لسه أكيوت يعني في حدة المرض النوع دوت بيبقى موجود في كذا أرجان فده كده نوع فقالنا خلاص يبقى ده اسمه تروفوزويد نفس التروفوزويد ده نفس التروفوزويد لاحظوا أنه أحيانا بيبقى بارد ما بينقسمش بسرعة انقسامه بطيء ضعيف جدا ما بيعرفش يواجه جهاز المناعة لازم يكون موجود على وقت الكرونيستي ان خلاص المرض تمكن فيبدأ هو يظهر فعمق قالك طب احنا هنفضل بقى هنتزاول لا مش هنتزاول فاحنا قالك خلاص هنقسم التروفوزويد لنوعين النوع الأولاني يا ولاد اللي هو موجود في الأكيوت ستيج فسمى تاكيزويد هو رابد هو انقسامه رابد 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 وبالتالي فسمى تاكيزويد قدي كده لنوع الأول والنوع الثاني عكسه تماما إذا كان ده سترونج فده ويك إذا كان ده رابد فده سلو إذا كان ده موجود في الأكيوت ده موجود في الكرونيك إذا كان ده بيتغلب على المناعة لو شغالة دوت لا يستطيع التغلب عليها إذا ما بيجيش غير للناس الاميون كومبروميز فقالك خلاص النوع دوت انقسامه بطيء فنسميه بطير جاي من كلمة براديكارديا فسميناه براديزويد إذا أنا عندي التوكسوبلازمة عشان تتواجد هي قدامة احتمال من اتنين الاحتمال الأولاني إنها تكون اسمها تاكيزويد اللي هو عبارة عن نوع تروفوزويد بنقسم بسرعة والاحتمال الثاني إنها نفس التروفوزويد دي بس تنقسم ببطء وضعيفة فسماها براديزويد هادي كده النوعين الأولينيين لما جينا خدنا في أول الشابتر قلت لحضرتك إن أي تروفوزويد ما بتقدرش تحمي نفسها لو الظروف اتغيرت فبضطر إنها تحول نفسها لسيست التروفوزويد عشان تتحول لعملية سيست بنسمي العملية دي إن سيستيشن بنسميها إن سيستيشن فعشان خاطر برضو كل نوع من أنواع التروفوزويد اللي احنا قلناهم لازم يتغلف قالك لما جينا بصنا على التاكيزويد اللي هو لقينا إن في عندي تاكيزويد وعتاكيزويد مع تاكيزويد مع تاكيزويد مع تاكيزويد كل دول لما بيتغلفوا بغلاف بنسمي السيست دي ساعتها لما تيجي تتغلف كلها مع بعض بغلاف بنسمي الغلاف ده تروه سيست أو أحيانا بيسموه الاتنين بحرف T او تشو سيست اذا لحد الوقت التوكسوبلازمت تتواجد في كم صورة يا شباب في اربع صور تتواجد في اربع صور هي عبارة عن تروفوزويت لو كانت نشطة وسريعة في الانقسام بنسميها تاكي زويت لو كانت بطيقة وغير نشطة بنسميها برادي زويت البرادي لو تغلفت بغلاف بنسميه تروسيست التاكي لو تغلفت بغلاف بنسميه فولسي سيست او سودو سيست يبدأ دي كده أربع صور تاكيزويد براديزويد ترو سيست فولسيست على الترتيب تمام؟ دي كده الأربع أشكال بس كل اللي تقوله ده عبارة عن انقسام سيكشولل لا اسيكشول يا دكتور لا عبارة عن انقسام اسيكشول ما لبقى انقسام السيكشول ده عبارة عن إيه؟ ركز معي الانقسام السيكشول اللي بيتمم في التوكسو بلازما أو في حياتها بيبقى انقسام جاميتوجوني مثل الـ Replication أو الـ Reproduction Type اللي بيحصل في جسم الإنسان فكرة تكوين الجاميت فكرة أنها يتكون عندي جاميت ميل جاميت أندي في ميل جاميت الاتنين دول لما بيتحدوا مع بعض بيكون لك الخلية اللي اسمها زايجوت والزايجوت دي بعد كده بتبدأ بقى تكمل في طريقها الكلام ده فين؟ الكلام ده في الإنسان أما لإيه اللي بيتمي في التوكسو بلازمة؟ جاميت ميل في جاميت في ميل بيتحدوا مع بعض بيكون لك عبارة عن خلية الخلية دي اسمها زايجوت الزايجوت دي بيحصل لها موديفيكيشن لحد ما تديك الخلية اللي بالمنظر ده إيه الخلية اللي بالمنظر ده؟ عبارة عن خلية شكلها طويل عاملة شبه الـ Spores of Bacteria فسمينا الخلية دي كلمة خلية يعني زايت ومتخزا من لفظ Spore فسميناها Sporozoid يبقى الزايجوت بيتحاول لخلية اسمها Sporozoid بيمر بعملية كده هناخدها إن شاء الله الحصة الجاية اسمها Sporogony لحد ما بتكون لك شكل اسمه Oocyst التوكسب لازمة عندنا في الدرس ده هتتواجد في خمس صور الصورة الأولانية Takizoid مقابلها وعكسها البرديزويد التاكيزويد لما بتتغلب بيبقى اسمها false cyst البرديزويد لما بتتغلب بيبقى اسمها true cyst هدي كده أربع صور والصورة الخمسة والأخيرة هي Oocyst الكلام ده موجود بالتفصيل في الصفحة دي اللي هي تقريبا رقم 26 أو 27 عند حضرتك في المذكرة اللي هو بيقول لحضرتك أنا عندي كم صورة؟ أنا عندي خمس صور التروفوزويد منها صورتين Taki و Brady والCist منها صورتين True و False أسيبك من المواصفات اللي جنبها والأؤؤؤؤسست دي صورة مستقلة ومنفردة بي بذاتها إذن أنا عندي كم صورة؟ خمس صور بتتواجد فيها التوكسب لازمة طيب ننحي بقى الكلام ده كده على الجنب نفتح بعد إذنكو الصفحة بتاعة Life Cycle اللي هي Life Cycle Of Malaria اللي هي الصفحة اللي عند حضرتك بالمنظر ده هتلاقي Life Cycle كده متقسمة لتلات ألوان أحمر وزرق واخضر طيب فتحت معي الصفحة دي يا شباب تقريباً هي صفحة 26 أو 27 في المذكرة مش متذكر حقيقة طيب الصفحة دي كده اللي أنا هشتوبها هتشتوبها معي اللي أنا هزوادها هتزوادها معي بعد إذنك عشان خاطر يبقى هي الصفحة دي مكتملة كLife Cycle بالنسبة لحضرته طيب قصة التوكسب لازمة بتتم على مكانين المكان اللي هو رسمه لك باللون الأحمر وده متمثلاً في الكات اللي هي القطط والمكان اللي هو رسمه لك باللون اللزرق وده متمثل في المان والماملز والبيردز طيب تعالي كده ناخدها واحدة واحدة كده يلا باسم الله سمي الله هو قيل لحضرتك ان الجزء الأحمر ده بيمثل حاجة اسمها الفيلدز الفيلدز يا شباب اللي هي الحيوانات الأليفة حتى انت لو لقيك واحد صاحبك بطري يقولك انت تتخصص بيج ولا فيلد بيج اللي هي الماشية والحاجات دي فيلد اللي هي الحيوانات الأليفة الدجو والكات وما شبه ذلك إذن انت ممكن بس تكتبلي جنب كلمة فيلد دي اكتبلي كلمة كات اكتبلي بس تحت كلمة فيلد دي كلمة كات القصة كالتالي احنا قلنا يا ولاد من شوية قبل مبدأ تاني احنا عندنا كام صورة بتتشكل فيها توكسو بلازمة خمس صور اذكرك بيهم تاني يا اما تاكيزويد يا اما براديزويد يا اما ترو سيست يا اما فولس سيست واخيرا حاجة اسمها او او سيست القصة هتبدأ من الاتنين دول الترو او الفولس سيست قصتنا كالتالي السيست دي بتدخل جو جسم الكات الكات بيكل حاجة معينة هنعرف هيا ايه، المهم ان السيست بتدخل جو جسم الكات توصل عند الانتستن يحصل لها ربتشر تطلع من جواها التروفوmax التروفوزويد دي اليها بنوعيها سواء كانت تاكي سواء كانت برادي، مش فرق كتير طيب وتبدأ يا ولادة التروفوزويد دي تقوم تدخل الجوالانتثانيال سي اها الكوول بتبدأ اول ما تدخل يبدأ يحصل له انقسام الخلية الوحدة يبقوا خمسة والخمسة يبقوا مية والمية يبقوا ألف انقسام متعدد multiple sexual divisions سمنا قبل كده سمنا تشايزوجني بنبدأ يحصل تشايزوجني مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما توصل عندي خلية مليانة نواتج تشايزوجني خلية مليانة نواتج تشايزوجني فبنسمي الخلية دي ايه؟ شايزونت فبنسميها تشايزونت صح كده؟ ومع ذلك الانقسام مستمر الخلية تقول له الله يهديك يهديك يرديك مش قادر لأنه ليها كباستي معينة وهو ما بيش فايدة يفضل الانقسام مستمر لحد ما الخلية دي يبدأ يحصل لها رابتش تنفجر خلاص مش قادر تستحمل أكتر من كده فاللي كان جوه طلع بر والله هنا بتقسم نفسها المجموعتين مجموعة يا ولاد هي موجودة دولتي في الانتستاين السيل والانتستاين السيل انفجرة ترجع تمسك مرة تانية في انتستاين السيل ترجع تكرر السايكل مرة تانية تقول لك يا عامل أنا رفوح سملا ما رفوش ومجموعة تانية تقول لك لا أنا عندي دور أهم من كده أنا هسيب الانتستاين السيل دي وانزل في انتستاين السيل تانية هسيب الانتستاين السيل دي واروح لوحدة تانية بس المرة دي بدل ما أنا بيحصل لي بدل ما أنا بيحصل لي حاجة اسمها تشايزوجوني لأ أنا المرة دي يحصل لي حاجة اسمها الجاميتوجوني إيه بقى الجاميتوجوني؟ فكرة أن أنا أبدأ يحصل لي سيكشوال ريبليكيشن فكرة أن الأنتستن بتاعك الكاد بالنسبة لي مفضلة بالنسبة لي مكان أقدر أتزاوك فيه جمسيا أبدأ أطلع ميل جميد مع في ميل جميد وبالفعل يبدأ يحصل لها شوية تغيرات لحد ما في الآخر تديك الميل جميد وتديك الفيميل جميد تديك الميل جميد وتديك الفيميل جميد اللي اتنين بيتحدوا مع بعض بيكون لك خلية اسمها زايجوت والزايجوت بيحصل لها تحول عشان تديك الخلية الرفيعة اللي اسمها إيه؟ سبوروزويد خلاص تكون عندي سبوروزويد بتبدأ تجمع نفسها كده في شكل حاجة اسمها أو أو سيست خلاص هو ده الشكل النهائي إذن لما دخلت السيست سواء كانت الفولسي سيست سواء كانت الترو سيست أي واحدة منهم أول لما بتدخل بتربشر تطلع تروفوزويد تدخل في الانتستاين السيلي حصل لها ريبليكيشن اسمه تشايزوجوني اللي هو الشايزونت ده لحد ما يتكون عندي حاجة اسمها تشايزون انفجر وانفجرت الخلية معافة اللي كان جوه طلع برة اللي طلع برة ده جزء رجع يمسك في الانتستن مرة تانية وجزء برضه في الانتستن بس يحصل له عملية جديدة يحصل له حاجة اسمها الجاميتوجوني ان خلية تبدأ تحصلها جزء يتحول لميل جاميت وجزء يتحول لفيميل جاميت اللي اتنين بيتحدوا بيكوالك الزايكوت أو اللي احنا بنسميه سبوروزويد والسبوروزويد يجمع نفسه في كيس ونسميه أو أو سيست هنفهم الحص الجاية ان شاء الله ايه هو الأو أو سيست وتركيبه ماشي ازاي والقصته ماشي ازاي هنفهموا سوا الحص الجاية اكيد المهم الأو أو سيست ده خلاص وصل لمرحلة ان هو كده وصل لزروته فبدأ يحصل له ديست شارج أو إكسكريشن في اللي ستول بتاع الكاد يعني الأو أو سيست ده نزلت بره راحت للإكسترنال انفيرومنت راحت للإكسترنال انفيرومنت حصل لها عملية اسمها سبوروزويد برضو هنعرفها ان شاء الله الحص الجاية عشان بس ما لواتش عليكم في المعلومات المهم الأو أو سيست ده نزلت في اللي ستول بتاع الكاد انا واحد من الناس مربي عندي قطة في البيت مش مهتم بنظفتها مش مهتم بعلاجها من الامراض مش مهتم بأي حاجة خالص أكلت أكل ملوص عن طريق اللسطول بتاع الكاد أكلت أكل ملوص باللسطول بتاع الكاد اللي بيحتوي على إيه؟ اللي بيحتوي على الأو أو سيست فأنا عملت إنجيشن أو 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 سيست أكلت الأو أو سيست دي تأول ما دخلت يا أولاد انفجرة هي الأو أو سيست دي تركبها إيه؟ إيه الوحدة البنائية بالنسبة لها؟ مش الخلية اللي اسمها سبوروزويد آه هي الخلية اللي اسمها سبوروزويد دخلت الاسبروزويت خدت غطس في الانتستم بتاع جسم الإنسان وانت الكلام ده بتتكلم على مين؟ انا بتتكلم على مستوى الإنسان والماملز والبيردز على مستوى الإنسان والطيور والسديات اذا الكلام ده بيحصل لو إنسان أكل أكل قطة ملوث أو طير أكل أكل قطة ملوث أو ملوث باللسطول بتاع الكات أو ماملز أكل أكل ملوث باللسطول بتاع الكات أي واحد منهم يأكل الأوكوسيست دي هيحصلوا لأنا أقول لك عليه دخلت الأوكوسيست انفجرت طلعت سبوروزويت السبوروزويت دي دخلت جوال انتستاينالسيل تحولت للمنظر اللي اسمه تاكيزويت لا بالراحة يا دكتور ما احنا مش فاهمين هو السبوروزويت دي لما دخلت إيه اللي حصل إيه اللي حصل إنها عايزة تنتشر في جسم الكائن ده سواء الكائن ده إنسان أنا قلت لك بس عليش نستقول لك زود هنا كلمة مان هو مكتوب مامل زوبيرت الزوال اللي انت كلمة مان هو الإنسان ده يا أولاد أو الكائن ده لما تكسب لازمة دخلت جواه هي عايزة تعمل مرض عايزة يحصل لها ريبليكيشن وتعمل مرض انت راجل داخل جسم غريب وبالنسبة لك لسه أول مرة عايزة تتعرف عليه وعايزة تلحق الفرصة لسه الدنيا مش مظبوطة الراجل ده شكله مهمل وأكيد منعته مش مظبوطة فانا عايزة تلحق الفرصة فانت قدامك فرصتيا تتحول لشكل تروفوزويد بتنقسم بسرعة ونشيطة ولا تتحول لتروفوزويد نايمة في السكة وعلى مهلاها والدنيا بالنسبة لها بخير لا أكيد أنا عايزة تحول لمنظر تروفوزويد سريعة جدا في الانقسام نشطة جدا في الحركة بتاعتها بتحصل في المرض في عزه في وسط ما هو أكيوت وحاد تبدأ تنتشر عشان كده تديك المنظر اللي اسمه تاكيزويد التاكيزويد دي يبدأ يحصل لها عملية اسمها تشايزوجوني تدخل جوا خلايا كده معينة وتمشي في الدم يحصل لها عملية اسمها تشايزوجوني فانت بعد إذن حضرتك اشتب لي على كلمة اندو دايوجوني اللي مكتوبة عندك دي اشتب عليها خالص واكتب كلمة تشايزوجوني اكتب كلمة تشايزوجوني عشان بس نثبت ألفاظنا عشان خاطر ما تاخدش ألفاظ مش عليه حصلت عملية التشايزوجوني فالتاكيزويد الوحدة بقوا مية والمية بقوا ألف والألف بقوا مليون ومضاعفات لأرقام رهيبة جدا تبدأ بقى ياولاد تمشي في الدم ويبدأ بقى تروح لكذا أرجان شوية يطلعوا على البرين شوية يطلعوا على العين شوية يروحوا للهارت شوية يروحوا لللنج شوية يروحوا للآي شوية يروحوا للمصل ده لو أنا عندي واحدة ستة حامل وفي بلاسينتا تكونت في الشهر الرابع شوية يروحوا للبلاسينتا والولد الصغير هتنقله المرض يعني القصة بدأت أن الأقوسيست دخلت اتحولت لسبوروزويد واللسبوروزويد على طول توتالي وكمبيليت اللي اتحولت لتاكيزويد حصل لها تشايزوجوني مشيت في الدم راحت فين أربع أماكن شهيرين جدا برين وعين هارتو لانج احفظهم كده برين وعين هارتو لانج راحت لأماكن كتير جدا ولو كان في بلاسينتا تتنقل ترانس بلاسينتا طيب الكلام دوت خلاص بدأ يحصل مرض في البرين بدأ يحصل مرض في العين مرض في الهارت مرض في اللانج وبعدين ولا قابليين لازم أعمل حساب لبكرة أنا النهاردة نشيطة أنا النهاردة قوية أنا النهاردة بعمل مرض أكيد بكرة مش هبقى كده أكيد بكرة مش هبقى بنفس الثقة دي فلازم أعمل حساب لبكرة لازم أخد شوية مني كده وأبدأ أغلف نفسي بغلاف يبعدني عن جهاز المناعة أنا دلوقتي مش مستغل أن المرض بيحصل أه أنا رحت للبرين وضربته وروحت للعين وضربته بس لو الإنسان ده بيفهم وراح تكشف عليه وعرف أنه عنده توكسو بلازمة وتعالج تم كده توكسو بلازمة ميتة صح؟ فتقول لك لا إحنا هنقسم نفسنا الجزئين بعد ما حصلنا عملية اللي تشاي زوجني هنقسم نفسنا الجزئين جزء يمشي في الدم ويروح للأورجنز اللي أنا قلت لك عليها وده خلاص إحنا عارفينه وجزء تاني يبدأ يروح للمصل فاكتب لي عندي كلمة الرسمة دي كده اكتب عليها كلمة مصل دي أولاد المصل اكتب عليها كلمة مصل يعني هي جزء ميشي في البلد وجزء تاني ميشي راح للمصل حلو الكلام؟ الجزء اللي راح في المصل ده وتقال لك أنا مش محتاج أن أنا أكون نشيط مش محتاج أن أنا أعمل مجهود أبز المجهود فأنا هغلف نفسي بغلاف أتحول لصيست والله بقى أنا لو كنت تاكي زويد أتحول لبرادي زويد ولو أنا برادي أغلف نفسي بغلاف لو أنا تاكي أغلف برضو نفسي بغلاف إذن أنا متاح بالنسبالي الفرسطية أنا أصلا كنت تاكي صح؟ أنا كنت تاكي هبدأ أغلف نفسي آه ممكن أتحول لحاجة اسمها سودو سيست أو فولس سيست ولو أنا تاكي وقدرت أتحول لbrady هحول نفسي لtrue sist عشان كده أشتب لي على كلمة brady اللي تحت sist دي أشتب لي عليها خالص أشتب عليها تماما وخلي sist بس اللي مكتوبة وطلع ساهمين من السست إن السست دي ممكن تكون عبارة عن نوعين النوع اللي إحنا اسمه true اللي هو بيبقى عبارة عن brady متغلفة والنوع الثاني اللي هو الفولس وده بيبقى عبارة عن تاكي متغلفة تمام سواء هتكتب ده أو سواء هتكتب ده اللي اتنين بيبقوا موجودين فعلا في المصل خلصت حوصلت في المصل بيستني بقى إيه نصبها خلص معددتش هتعرف تخرج تاني ولا يحصل لها أي حاجة تاني جزء بقى يا ولاد خلص إحنا وصلنا للمرحلة أني بقى عندي سست موجودة في المصل السست ديت خلاص مش هينفعت وفضلة موجودة بيستني نصبها ومستني قادرة أنا بس عايزة أفكرك بمعلوم هو الكلام ده بيحصل في الإنسان بس لا بيحصل في الإنسان والماملز والبيردز أنا كإنسان أنا باكل المامل والبيردز أنا باكل الثديات وباكل الطيور صح إذا لو أنا يا ولاد جبت لحمة مثلا ماملز معينة أو لحمة بيردز معينة ودبحت الحيوان ده وأكلته أندر كوجد مش أنا باكل المصل بتاعته مش أنا باكل المصل بتاعته أنا باكل المصل صح إذا لو أنا يا ولاد عن طريق أن أنا أدبح الماملز أو البيردز واكل اللحمة بتاعتهم أندر كوجد مش أنا كده كأني باكل السست دي جوى جسمي طب ما هي ساعتها السست دي تدخل وتتحول لتاكي زويت ونرجع نكرر اللفظ مرة تانية هو كتب لك هنا عند المربع اللبيض ده كتب عنده كلمة جميلة جدا اسمها كارنيفوري فاكرين لما خدنا أنواع الحيوانات في الترمي الأولاني قلت لك أن في نوع اسمه هيربيفرس أنيمل ونوع اسمه كارنيفرس أنيمل ما ده نوع اسمه كارنيفرس أنيمل اللي هو عبارة عن إيه اللي هو عبارة عن آكلات اللحوم إذن أكل اللحمة بصفة عم اسمها كارنيفوري فهو عايز يقول لك أن الإنسان لحد دلوقتي ممكن يتعدي بطريقتين خلي بالك عشان نحتاجهم دلوقتي أنا تعديدت المرة الأولانية لما أكلت أكل ملوز باللستول بتاع الكايت اللي كان بيحتوي على المرحلة اللي اسمها إيه أوسست والمرة التانية جات للإصابة لو أنا أكلت حيوان جات له الإنفكشن ما هو يا دكتور الجزء اللي بالله أزرق ده الجزء ده كده كله ده ما بيحصلش في الإنسان بس ده بيحصل في الإنسان والمامل والبيرد إذن زي ما أنا بيجي للمرض هم كمان بيجي لهم المرض أنا لو أنا مش مصقف أو مش واعي ممكن أكل المامل والبيرد دي أكل المصل بتاعتهم في صورة أندركوك فالمرض ده يجي لي مرة تانية ونرجع نكرر السيكل مرة تانية في مشكلة في الكلام ده بس أنا هسألك سؤال المرض لو دخل جسم الإنسان يخرج منه بمعنى أنا دلوقتي جزء راح للبرين والعين والهارت واللونج والمصل خلاص سيبك منه بتكلم عن الجزء اللي راح للمصل الجزء اللي راح من المصل ده ينفع يسيب جسم الإنسان ينفع يتنقل لإنسان تاني هو في حد بيأكل إنسان إذن الإنسان بالنسبالي دايرة مغلقة أو سوري الإنسان بالنسبالي خط ذهاب بلا عودة يعني دخلت مش هتخرج تاني عشان كده المان ده بيسموه dead end host بيسموه ايه dead end host آه ما دل إخدنا ده السؤال اللي جاءنا في امتحان الميديير في سنة أولى إن شاء الله نبنى نعمل ورق حصة كده تجمعات بقى إيه كل التجمعات اللي عندنا في المانهة إذن اكتب كده عندك إن المان dead end host يعني يا دكتور لو القصة دي دخلت في مامل وبرد لا مش dead end ولا حاجة اش معنى مش dead end لأن القطط لأن الماملز أو البرد بتتاكل إذن المصل دي بتتفتت وترجع تدخل جوا جسم حاجة تاني سواء كانت طروق أو سواء كانت فالس إنت قلت لي أنت كإنسان ممكن تأكل المامل والبرد كارنيفوري فيجيلك المرض صح؟ طب مين ممكن تاني يأكل المامل والبرد فكر كده معي آه الكاد مش الكاد ده نعمل أنواع الكارنيفوريس أنيمال نعمل أنواع الحيوانات آكلات اللحوم إذن يا دكتور أنا ممكن لو أنا عندي كاد وأكلتها لحمة أكيد مش بتأكل اللحمة باستوية بتأكل لحمة نية فعن طريق إنها تأكل تدخل السيست هي دي بقى السيست اللي احنا بدأنا بها اللايف سايكل مش هلو قلت لك أن القصة بتبدأ في سيست هي دي السيست سواء كانت فولس سيست شايلة تاكيزويت أو ترو سيست شايلة براديزويت تدخل السيست تربشر في الانتستن ونرجع بقى نكرر السيكل دي مرة تانية وكان الله بالسر عليهم خلصت اللايف سايكل هسألك سؤالين قبل ما حضرتك ترد علي وتجاوب علي سؤالين وقل لي بعد كده نشوفها نقدر نعمل إيه دكتور أنا عندي حصل نوعين من أنواع الريبرودكشن سيكشوال اسمه جاميتوجوني وآسيكشوال اسمه شيزوجوني هنا عملية السيكشوال ريبرودكشن حصلت فين؟ في الكات ولا في المان والماملز والبيردز رد علي عملية الجاميتوجوني حصلت فين؟ حصلت في الكات فاكتب جنب كلمة كات كده سيكشوال طب عملية الاسيكشوال تيورلي لوحدها حصلت فين؟ في الكات ولا في المان والمامل والبيردز فكر معاي في الاتنين يا دكتور حصلت هنا تشايزوجوني هي وحصلت هنا تشايزوجوني هي بس خلاص هنا كتبنا سيكشوال خلاص السيكشوال يعني بيهد أي حاجة بعده خلاص الموضوع انتهى مين اللي حصل فيه اسيكشوال بس المان والمامل والبيردز فاكتب عندها كلمة اسيكشوال اكتب كلمة ايه؟ اسيكشوال زي في الليشمانيا والتريبانوسوم وكتب اي أورجان انت عايز يقولك الهبيتات or neocleated cell طيب تعالى نخش على definitive والintermediate host متعودين في الشابتر ده يا ولاد بإيه؟ انه ما فيش intermediate بس قلتلك اذا حدث نوعين تزاوج في دورة حياة الأورجانزم وجبت التفريقه اذا وجد اذا حصل نوعين تزاوج في دورة حياة الأورجانزم لازم نفرق هنا حصل نوعين من التزاوج طبعا حصل sexual reproduction في مكان وحصل asexual reproduction في مكان تاني عشان كده يا دكتور احنا هنا لازم نفرق لازم نبدأ بقى نقول من definitive ومن intermediate اللي منكم ذاكر مالاريا وما تسمعش الفيديو ده غير وانت مذاكر المالاريا الأول اللي منكم ذاكر مالاريا كنت بقول لحضرتك ان definitive host او عشان نرجح لك من الأول تاني مين أرقى أو مين أكثر روقيا sexual أو asexual sexual طبعا في الهوستات مين أكثر روقيا ال definitive ولا ال intermediate ال definitive اذا ال definitive host هو المكان اللي بيحصل فيه sexual reproduction وال intermediate host هو المكان اللي بيحصل فيه asexual reproduction صح الكلام؟ اذا ال sexual reproduction حصل في الكات يبقى ال cat definitive host ال asexual reproduction حصل في الكات اه بس حصل بيورلي في المان والمامل والبيرد حصل مية في المية في المان والمامل والبيرد اذا ال definitive هو الكات اكتب كده جنبها في الجدول الاسري افتح بها الجدول الاسري اكتب كده جنبها sexual reproduction اوكي وال intermediate host هو المان والمامل والبيرد اكتب كده جنبها asexual reproduction بس خليك واد واعي واكتب لي جنب كلمة man في الجدول dead end host يعني لو انا بس هفتح لك الجدول كده ثواني بص كده يا دكتور ادي التوكسو بلازمة هنا مكتوب ان الهابيتات all nucleated cell وخلي بقى لك انها obligatory intracellular يعني بتعيش دائما جوه الخلايا اصلا عملية التشايزوجوني والجاميتوجوني حصلت في الانتستينال سيل ده حتى عملية التشايزوجوني في جسم الانسان حصلت جوه الخلايا فكر لما قال لك حاجة اسمها monocyte invasion أو حد دخلت جوه الانتستينال سيل أو راحت للأرجنز دي اذا بيحصل انترا سيل الهابيتات بتاعنا كل النيوكلياتي سيل definitive host cat اكتب كده نقلني sexual reproduction occur intermediate host المان والمامل والبيردز اكتب كده نقلني asexual reproduction occur بس جنب كلمة man قول ان المان ده عبارة عن dead end host اذا الصفحة دي لمن يعتبر dead end host مكانين مكان منهم هو البيبيشيا ومكان منهم هو التوكسو بلازم طيب تعال بقى نيجي يلا ايه اللي يعتبر مش هقولك اصعب حتة في الحصة النهاردة بس اكتر حتة محتاجة فيهم ومحتاجة تركيز بقولك ايه تعال كده بما نشوف المودة في انفكشن يعني تعال كده بما نشوف المودة في انفكشن قصته ايه يعني انا كانسان عشان خطرة تعدي ممكن اتعدي ازاي تعال كده نمشيها واحدة واحدة اول طريقة ان انا اكل اكل ملوث بالسطول بتاع الكات بيحتوي على او او سيست فيجي للمرض اذا رقم واحد انجيشن of food contaminated by stool of cat containing او سيست ادي رقم واحد يبدا المودة في انفكشن الاولان طب الطريقة التانية ان انا اكل undercooked the meat او undercooked the muscles of mammals and birds فيجي للمرض ادي كده الطريقة التانية الطريقة التالتة مش انا قلتلك ان من ضمن الارجن اللي رحت لها البلاسنتة اذا تتنقل ترانس بلاسنتة اللي انا عندي واحدة ستة حامل ترانس بلاسنتة التاكيزوية اللي ماشية في الدم تتنقل ترانس بلاسنتة مش هي اصلا ماشية في الدم طب ما لو انا خدت الدم بتاع الشخص ده هات ممكن يجي للمرض بلد ترانس فيوجن يبا احنا عندنا اربعة اكلت اكل ملوث باللستول بتاع الكات كارنيفوري انا واحد من الناس باكل اللحمة من غير مطبخ كارنيفوري ترانس بلاسنتة from mother to baby from mother to fetus رقم اربعة بلد ترانس فيوجن لانها اصلا بيحصلها بلد فلود السيمنيشن ممكن تتنقل بحاجة تانية اه يا دكتور ممكن تتنقل عن طريق الورجن ترانس بلانتيشن انا مش نبح صوتي عشان اقولك ان هارتو لانجو مش عارف ايه لو واحد مثلا بيعمل عملية نقل قلب او واحد بيعمل ايا كان وتنقل له ارجن والارجن ده انفكتد بالتوكسو بلازمة الراجل ده هيجيله التوكسو بلازمة اذا انا عندي خمسة موضف انفكشن اكل اكل ملوث باللستول بتاع الكات كارنيفوري اكل لحمة بس في شرط انها تكون انضر كوجن مش بخوفك من اكلة الماملز او البردس كل زي ما انت عايز بس اما حاجة انها تكون ويل كوجن رقم ثلاثة ترانس بلاسينتل رقم اربعة بلود ترانس فيوجن رقم خمسة ارجن ترانس بلانتيشن ادي كده الموضف انفكشن طيب من الموضف انفكشن استنتج لي مين هم الانفكتف استيج هو انا قلت لك ان التوكسو بلازمة بتشكل نفسها في كم صور يا دكتور خمس صور صح انا قلت لك انها بتشكل نفسها في خمس صور طيب ما تيجي كده يلا ما نشوف واحدة واحدة كده مع بعض كل موضف انفكشن قصته ايه يعني مثلا انا عشان اول موضف انفكشن مش ان انا بقى اكل اكل ملوث باللسطول بتاع الكات هي مين اللي بتنزل في اللسطول بتاع الكات او او سيست يبقى الاو سيست تنفع تشتغل انفكتف اه بعمل عليها صح انفكتف استيج مش ان انا ممكن يجي للمرض عن طريق الكرنيفوري ان انا اكل لحمة مامل او بيردز صح هي اللحمة دي بتحتوي على ايه بتحتوي على سيست انهي نوع من السيستة بترو ولا فولس الاتنين ممكن تكون بترو RIye ممكن تكون false اذا انده يمفع تشتغل انفكتف ودي يمفع تشتغل انفيكتف يبقى لحد الوقت انى يلقونه سيست انفيكتف اه طبعا ال NIH disease طبعا الفولس το Miz disease طبعا كل ده يمفع يشتغل كالك انفيكتف ستايتش طيب وما انة موضف انفكشن بعد كده فيه.. بتوانس بلاسنتل بلاد ترنسي فيوشن في Organ Transplantation في الثلاث خطوات من المرحلة اللي بيحصل لها تشايزوجوني من المرحلة الأكتف اللي عايشة في جسم الإنسان من المرحلة اللي عامان تتنقل من أورجن لأورجن ومن دم لدم ومن تل لسل وبيحصل لها تشايزوجوني مش التاكيزويت إذن التاكيزويت لو أنا مثلا بنقل دم دي غالباً اللي هتتنقل لي لو راح الترانس بلاسينتل هي اللي بتتنقل من Mother to baby لو بأورجن ترانس بلاسينتل هي اللي تتنقل من الأورجن اللي أنا واخده لي أنا اللي هزر على الأورجن ده إذن التاكيزويت ينفع تشتغلي يبقى مين اللي حد دلوقتي تشتغل كإنفكتف ستيتش أو أو سيست ترو سيست فولس سيست تاكيزويت إذن مين المرحلة الوحيدة اللي ما اشتغلتش كإنفكتف انت شكلك نسيت شكلك من ناس اللي بتنسى زي حالاتي مش إحنا قلنا انهما عبارة عن خمس صور تاكي وبرادي وفولس وطرو واؤو سيست الاو سيست والطرو والفولس اشتغل والتاكي اشتغلت مين الوحيدة اللي ما ينفعش براديزويت إذن الانفكتف ستيتش إرجع كده للجدول يقول لك كل المراحل ما عدا البرادي في الامتحان هو عتكتباله كده هو عصلا عارف انت عارف أني مرحلة تقريبا الفيديو كانوا يفق حصدت مشكلة المهم احنا كنا وصلنا ان الانفكتف ستيتش كل المراحل ما عدا البرادي بس انت طبعا نوع في الامتحان تقول له كلهم اكسبت براديا هو عارف انت عارف فيت المراحل او لا فانتقول له انفكتف ستيتش ترو سيست فولس سيست او او سيست تاكيزويت دول كده اسموهم انفكتف ستيتش تمام كده طيب تعال كده احنا خلصنا الانفكتف ستيتش يبقى الشباب كده اعادتها اعادة سريعة خالص يبقى كده احنا قلنا التوكسو بلازمة قلنا لحضرتك انها وولد وايد توجودها في كل الخلايا تقريبا الديفنيتف هست هو الكات لان السيكشوري بروتكشن حصل فيه الانترميديات هست مان وامامل زو بيرتز لان السيكشوري بروتكشن حصلوا فيهم المودوف انفكشن قلناهم قبل كده وهنرجع دلوقتي نقراهم مع بعض لما اكتوب عليهم كلمة ريتن اللي هو عن طريق المودوف انفكشن يأما اكل اكل ملوث بالسطول بتاع الكات يحتوي على او سيست يأما اكل لحمة حيوان بس في صورة اندركوكت يأما بلوت ترانس فيوجين يأما ترانس بلاسينتل يأما أورجان ترانس بلانتيشن صحي كده طيب قلنا الانفكتف ستيج المرحلة اللي جات عن طريق اكل القطة الملوث هي الاو سيست المرحلة اللي جات عن طريق اكل لحمة اندركوكت هي السيست المرحلة اللي جات بلوت ترانس فيوجين او ترانس بلاسينتل هي التاكيزويت إذا كل دول يعتبروا Infective Stage طيب ابن الله وانا جيت بقى سألت حضرتك مين هي ال Diagnostic Stage إيه رأي حضرتك طيب بصري بقى كده على الورقة دي معلش تعالى كده نكتبها سوا لو انا عايز اعمل Diagnosis اعتبر مش احنا قلنا ان من ضمن الورجنز اللي ممكن تروح لها هي المصل صح وبتروح للمصل وتحوصل نفسها بصورة Syst True أو False طيب بقولك ايه ما تيجي كده ناخدها Diagram وانت تعرف مين هم اللي ينفعوا يكونوا Diagnostic لو انا اعتبرت ان ال Diagnosis مقتصر فقط على المصل بيوبسي يعني عشان اعمل Diagnosis لازم اعمل حاجة اسمها مصل بيوبسي انا يا ولاد لو جيت خدت مصل بيوبسي من انسان عنده المرض مريض وعملت بيوبسي للمصل هتطلع مين هتطلع السيست سواء كنت هتطلع الفولس سيست او كنت هتطلع الترو سيست حد فاكر تركيب الفولس سيست كانت عبارة عن كيس مليان تاكي زويت تاكي مع تاكي مع تاكي مع تاكي تاكي زويتس كتير جدا لما يتجمعوا مع بعض في كيس بيعملوا كيس اسمه فولس سيست طب حد فاكر البرو سيست كان اسمه ايه او كان بتتكون من ايه كانت بتتكون من كيس مليان جميع محترمة جدا من البرادي زويت يبقى برادي زويت وبرادي زويت وبرادي زويت وبرادي زويت وهكذا يكون لك اللي اسمها في الترو سيست اذا اذا اعشان عمل دياجنوزز لو انا عملت بيوبسي الفولس سيست تنفع تشتغلتك دياجنوستي والترو سيست كذلك طب وانا شغال افرد السيست ديره بشرط افرد الفولس سيست ديره بشرط ساعتها مين المرحلة اللي تطلع لك ساعتها تلاقي بشكل كيس وانفجرة لقلي ساعتها التاكي زويت ساعتك في التشخيص وانفس الحال لو التروس است يا شباب ربشارت لو البرادي زوي اذا برادي زويت والتروس است والتاكي زويت والبرادي زويت من المرحلة الوحيدة اللي لا يمكن تشتعل ك دياجنوستيك هي المرحلة الوحيدة اللي ماينفعش تكون دياجنوستيك اذا كل المراحل ينفع تكون دياجنوستيك او دياجنوستيك ستيج للتوكسو بلازمة سواء فولس او ترو تاكي او برادي لكن الاوكسيست ماينفعش تماما انها تكون دياجنوستيك ادي كده خلصة القصة بتاعتنا بتاعة اللايف صيح طيب ماتيجي يلا كده منبص على الكلينيكال بيكتشر انا مش هقول حاجات كديد انا كل اللي هقول لحضرتك افتح بس معي الجدول الاسري طيب والله الكلينيكال بيكتشر بها تعالى كده من ركز مع بعض تعالى ناخدها واحدة واحدة هو بيقسمها لك لاربع حاجات قال لك والله هي بغالبة بتعمل امراض اوكيولر فقال لك نعمل حاجة اسمها اوكيولر توكسو بلازموزز وبتشتغل سواء كاتل مناعة شغالة او المناعة واقع يعني اكوايرد او اميون كومبرمايز وبتتنقل ترانس بلاسينتال اذا هتعمل لي اعراض في الجانين الصغير كون جينيتال فقال لك طيب لو نبدأها كده بالاوكيولر ياولادية غالبا بتروح لطبقة الكورويد والطبقة الريتنا وبتعمل فيهم انفلاميشان يؤدي الى نيكروزوس فبنسميها نيكروتايزنج ريتنوكرويوديتس او نسميها نيكروتايزنج كوريوريتنايتس تمام سواء كان برايمري من اول مرة او مع كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة لحد ما حصل نيكروزيس في الطبقتين دول طيب ادي كده الكلينيكال بيكتشر خشت معي على الاكواير قالك رقم واحد اسمتوماتيك والكلمة دي مهم جدا 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 حط تحتها الف خط اليوجوال بريزنتيشان في توكسوبلازما اسمتوماتيك يعني معظم حالات التوكسوبلازما لا يتم الكشف عنها عن طريق الاعراض يتكشف عنها ازاي بيتكشف عنها اسمتوماتيك يا ما فيش اعراض طلبت شوية التحاليل طرعت بوصدر اذا هي عبارة عن اسمتوماتيك وهي دي اولاد المشكلة اللي بتخلي الامهات تخاف طب تحالة بس نكمل كده مع بعض ونمشي ونشوف القصة ماشية ازاي يبقى اليوجوال بريزنتيشن في توكسوبلازما اسمتوماتيك لو حصلت شوية اعراض هي اعراض نون سبسيفك سواء كان فاهم شوية لمفادينوباثي ممكن يحصل سكين راش ممكن العين تنضرب زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده ان يحصل كوريوريتنايتس او ريتونيكوروديتس تؤدي الى نكروزيز وهكذا بس خلي بالك المرض دوت على قد ما هو يبان يعني وحتى لان يبان سهل بس احنا كمان شوية هنعرف ان المرض ده خطير ازاي يا دكتور هتعرف انه بيتنقل للاولاد لاطفال الصغيرين او للاولاد الصغيرين لكن المرض ده لو كانت المناعة سليمة هو سيلف ليمتينج ديزيز لو كانت المناعة كويسة طيب اما البقى لو كانت ياولاد التوكسوب لازمة دي جات لانسان اميون كومبروميز اميون كومبروميز فاكرين في اللايف سايكل لما جينا يا شباب قلت لحضرتك انها بتروح لاربع اماكن لو حد فاكن معايا اللي هم عبارة عن برين وعين وهارت ولاند هم دول هينضربوا لو كانت العيان ده اميون كومبروميز ساعتها الاربع دول هينضربوا البرين هيحصل انكيفالايتس على مستوى العين هيحصل كوريوريتنايتس او ريتنو كوريو دايتس على مستوى القلب هيحصل مايو كاردايتس على مستوى اللانج هيحصل نيمونيا وانفلاميشن على كل مستوى طبقات اللانج عشان كده ياولاد احنا قلت لحضرتك ان الكرينيكال بيكتشر استمهالي لحد الوقت ثلاث خطوات على مستوى العين كوريوريتنايتس نيكروتايزنج كوريوريتنايتس لو العيان ده منعته كويسة اسمتوماتيك اعراض فيه فاروليمفا دينوباثي وهي اصلا سيلف لميتنج بتخفل وحدها من غير ما العيان ده ياخد لها دواء لو كان اميون كومبروميز اكسك الاربع ارجان الاساسيين اللي هم برين عين هارت لانج ادي كده الاربع ارجان حلو الكلام طيب ا مال اي بقى الكوريوريته لقل لك والله الفكرة كلها ان التاكيزويت او التوكسو بلازما تاكيزويت اللي هي التي تي تي دي بتتنقل from mother to theta through the placenta بيحصلها ترانس بلاسينتال الاعراض هنا بقيا ياولاد هتتوقف ركز معي كده اشان الاعراض هنا هتتوقف على الوقت اللي تنقلت في الموضوع ده بص ياولاد الحملة كام شهر تسعة شهور احنا بنقسمهم لتلت تلتاتات بنسميهم حاجة اسمها ترايميستر فرست ترايميستر اللي هو اول تلت شهور سكند ترايم ترايميستر اللي هو اخر تلت شهور هل ينفع المرض يتنقل في اول تلت شهور الاجابة قولا واحدا لا ليه لان اصلا ما فيش بلاسيننا بتتكون في اول تلت شهور رقم واحد لو المرض اتنقل في السكند ترايميستر اللي هو هو الشهر الرابع او الخامس او السادس واي تناقل في الثرد الترايميستر السابع الا التامن او التاسع wouldn't you tell me the t토 really أصل التفاصيل هنا هتفرق لو اتنقل ياولاد في الشهور الرابع والخامس والسادس يعتبر النقل ده إيرلي فاكتب عندي كلمة إيرلي الشهر الرابع والخامس والسادس ولو اتنقل في آخر ثلاث شهور سواء السابع أو الثامن أو التاسع دقين الحمل كمل أصلا موصل للتاسع بنسميها ليه الترانسميشن يعني يا دكتور هو النقل هنا أو الوقت هيفرق طبعا هيفرق لو المرض اتنقل ياولاد في بداية تكوين البلاسينتا مع الشهر الرابع أو الخامس أو السادس الستة دي مش هتكمل حملها غالبا هتحصل لها أبورشن أو ممكن ياولاد دوت يتولد ميت ستيل بيرث وشكرا على كتب فخلاص يبقى الحملة مش هيكمل والجنين دوت مش هيكمل لأن المرض انتقل في بداية تكوين الجنين لسه في مرحلة الالفورميشن وغالبا العين دوت هيكون عنده كونجينتال دفكتف حاجات كتير وغالبا ايه يا اما الستة دي هتسقط اما الولد دوت هينزل ميت في الفترة دي طيب اذا كانت بقى الستة ما كانش عندها المرض أصلا والست ديت جالها المرض بعد كده يعني هي في الشهر السابع أو في الشهر التامن اتعاملت مع قطة والقطة دي مصابة فجالها المرض فبنان عليه تنقل الموضوع اتنقل ليت اه لا ساعتها الحملة هيحصل وهيكتمل والولد هينزل بس عنده ثلاث مشاكل ياولاد مهمين جدا 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 الولد ده العين بتاعته هتنضرب فيحصل فيها اللي احنا عارفينه اللي اسمه اذا واحدة من اهم البرازاية اللي بتأثيكت العين هي التوكسو بلازمة سؤال مهم تجمع اخر السنة انيوموريت برازاية وتشأثيكت الآي افتكر بقى معايا كده من الترمي الاول وعمل لها تجمع لحد ما نعمل حصة التجمعات البتاع دي ياولاد لما بتروح بتقفلك بتاع الفنتريكلز اللي موجودة في البرين السي اس اف المفروض انه يتصنع في الفنتريكلز ويبدأ يحصل له عن طريق الفلاي ومش عارف ايه كل ده كان كلم كده كان يقول لك زمان ايام سنة تانية في الاناتومي لا انا هقفلك الطريق ده انا لما اقفل الطريق ده ياولاد ايه اللي هيحصل كده السي اس اف بيتصنع مش عارف يخرج صح وبالتالي يبدأ يحصل للراجل دوت او يبدأ يحصل للعائل الصغير دوت ان راسه تتميلي سي اس اف فهيحصل لحاجة اسمها هيدروكيفلوس هيدروكيفلوس او هيدروسيفلوس اللي بيسموها ان الرأس دي كبرت لانها مليانة سي اس اف اذا العين هتنضرب كوريوريتنايتس الرأس هتتنفخ سي اس اف او زي ما يسميها مية هيدروكيفلوس ويحصل بقى كالسيفيكيشن وحيطة كده معينة ما يوصلهاش بلاد صبلاي تمام فتبدأ تموت فيحصل انترا كرينيال كالسيفيكيشن لاجزاء معينة في المخ والولد ده او نصيبه يعني الكالسيفيكيشن دوت اذا تم على مستوى الموتور اريا فزي ما قلت لحضرتك يحصل ثلاث حاجات كوريوريتنايتس هيدروكيفلوس انترا كرينيال كالسيفيكيشن هنا بقى تظهر اهمية كلمة الام دايما اللي بناتها بفكرة انه ما يربوش قطة اصل الفكرة في ايه الفكرة انه ممكن تكون البنت دي عندها قطة ومش مهتمة بيها ولا مهتمة بتربيتها ولا برعايتها ولا بعلاج الامراض بتاعتها فالقطة ديت جالها المرض الشهير جدا اللي اسم توكسو بلازمة وهو واحد من اشهر اشهر الامراض اللي بتصيب القطة فالمرض اتنقل من القطة للبنت عن طريق الهندلينج مع الكاد دي فالبنت جالها توكسو بلازمة بس المشكلة انه هو اسمتوماتيك فمعظم يا ولاد الاعراض كلها اسمتوماتيك فالبنت دي عندها توكسو بلازمة والاعراض مش ظهر عليها فجأة البنت ديت اتجاوزت فجأة البنت ديت حملت فجأة البنت ديت بقى تحامل دلوقتي والمرض موجود في جسمها وهي مش عارفة فهي تنقل ترانس بلسنتا تلاقي بعد ثلاثة اربع شهور ستة سقطة كبان حمل ستة سقطة محدش فاهم اي اللي بيحصل نيجي نعمل كده كشف اجسام مضادة ولا اي حاجة زي كده تلاقي الستة دي بيدعاني من تكسب لازمة من ساعتها بقى ارتبط مسمى القطة بسقوط الحمل عشان كده دايما الامهات يقولوا كده طبعا انا ما بقولش الناس مايربوش قطة بس الفكرة كلها طالما احنا مربيين قطة يبا لازم نهتم بالنظافتها الشخصية لازم نهتم بالهندلنج اللي بيحصل معاها لازم نهتم بالعلاجها دايما لو ظهر فيها امراض ومتابعة الكشف البيطارية لها عشان كده في الكونجيني تلي يقولك ان الستات ممكن يحصل لها انفكشن بحاجتين يا اما الستة ديت مسجت قطة اثناء الحمل وده بيعمل الليت منفستيشن يا اما الستة ديت اصلا كانت انفكتت بفور البريجنانسي وبعد كده بيكون اميون كومبريمايز المناعة قالك فبدأ يحصل الامراض طبعا اصلا معروف ان الحمل واحد من اهم مثبتات المناعة واحد من اهم الحاجات اللي بتعمل اميون سبريشن ممكن بقى الولد دوت يتولد عنده هباتو سبيرينوميجا ليهباتايتس انكيفالايتس بيحصل عنده حاجه اسمه هايدروبس فيتاليس هايدروبس فيتاليس ده اولاد نوع من انواع ال Apo incompatibility نقل دم دي مثلا من فصيلة دم وهو فصيلة دم تانية وليكن مثلا الام او هو طلع ايه او البيبي ده طلع ايه فحصل زي دستركشن كده للاربيسيز حصل نوع من انواع الانيميا الولد دوت عايز يعوض الفقد اللي تم في الاربيسيز فيبدأ يشرب من الامنيوتيك في لود بتاعه يعني انا دلوقتي عندي الانيميا تظهر في الاربيسيز بتتكسب في كمية الدم بتاعت الفيتال سيركوليشن قبلة الولد عايز يعوض فهيعمل ايه هايدطر ان هو يشرط من الامنيوتيك في لود بتاعه فيبدأ طبعا شرب الامنيوتيك في لود دوت ينفخ الولد ويبدأ يحصل اديمة لان الامنيوتيك في لود اللي هيتشرب مش نفس كسافة الدم ومش نفس خصائص الدم فيبدأ يرشح يحصل اديمة يرشح من البلوت فيسل على كتشوف يحصل اديمة فالوقت تلاقي الولد دوت ملوض منفوخ جدا جسمه منفخ جدا وفي نفس الوقت الستيديات أصلا عندها أوليجوهايدرومنوس إن الميا اللي موجودة حوالي الولد بدأت تنشف وبدأت تقل طيب كده خلصنا الأعراض خش معي على الدياغنوزيز اف توكسوبلازما الدياغنوزيز بتاع توكسوبلازما سهل جدا عندك طرق دايريكت يعني أن أنت تاخد عينة من الأورجن المصاب وتبدأ تشخصه وتلاقي توكسوبلازما ظهرة يأما ان دايريكت اختبارات بتدور فيها على الأجسام المضادة والانتيبادي يأما أن انت تستعلم بيبي طيب دايريكت اخد عينة من اللينفنود اخد عينة من البون مارو اخد عينة من الليسبلين اخد عينة من اللونج اخد عينة من المكان اللي انت عايزه واعمل بايوبسي اعمل سمير اعمل لفاج اعمل أي حاجة انت هتلاقي ساعتها التروفوزيتي يبدي رقم واحد واثنين رقم ثلاثة انت ممكن تاخد التوكسوبلازما اللي انت اخدتها من العين داوت وتبدأ تحطها تعمل لها انيكوليشن انتو بريوتونيام اوف مايس يعني تاخد العينة دي وتحطها في بطن او تحطها في البروتونيام بتاع فار معين فران التجارب حد فاكر دي كنا بنسميها اي اولاد دي كده اخدنا اللفظ ده تحديدا في الامريكان تريبانو صوام حد فاكر كان اسمه ايه اسمه زينو دياجنوزيس ده اللي احنا كنا مسميه زينو دياجنوزيس انه هو عبارة عن ان انا باخد البرزايد وابدأ احطها جوه جسم او احطها جوه الفار وابدأ بقى اصيبها انها تحصلها ربليكيشن بعد كده اطبع الفار وابدأ ايه اشخص الفار داقسوطه ماشي ازاي بدأ كده دايرك طيب قبل ان اخد الان دايرك تخش معي على البيبي البيبي ممكن اعمل حاجة اسمها امنيو سنتيسيس يعني امنيو سنتيسيس باخد عينة من الامنيوليوتيك في لوود وابدأ اصرش عليها اكيد هلاقي جزء من التوكسو بلازمة عايم في المياه بتاعت الامنيوتيك في لوود للوالد عايم فيها فيبقى رقم واحد امنيو سنتيسيس كيانني باخد زي اصبيريشن كده من الامنيوتيك في لوود رقم اثنين ممكن اعمل صنار او اعمل اما ارآي على الولد ده وطبع عند الوقت الصنار بقى عظيم جدا يا ولاد بقى فيه حاجات ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد وارقام كده غريبة احنا بنسمع عنها تبقاتي عاد بيصور لك البيبي من كل تفصيلة هو هنا مش هيشوف التوكسو بلازمة لانه ده حاجة مجهرية هو هيشوف الاعراض اللي سببتها التوكسو بلازمة يعني الولد دوت عنده هايدروسفتاليس هتبان في الاشاعة الولد دوت عنده هايدروكيفلس هتبان في الاشاعي برقم واحد رقم اثنين ممكن اصرش على الاميونو جلوبيلين جي وم وإي وافضلك افضل حاجة هو الايه ولو انت لقيت الجي لو انت لقيت الجي في الولد ده اعرف ان ده ماتيرنا يعني لو انت وانت بتدور لقيت الاميونو جلوبيلين جي عالي اعرف ان المرض اتنقل من الام للولد وبعد كده الولد يعني الولد عندي ولد مثلا والولد دوت عنده ست شهور ولا عنده سنة فجاله توكسو بلازمة انت عايز تعرف التوكسو بلازمة ده اتنقلت من الام ولا جات له لما الولد ده مثلا فيه اوتط مرت عليه او اتعامل مع اوتط او حصل له هندلينج مع اوتط اليميونو جلوبيلين جي هو اللي حدد اذا كانت ديت متيرنال اورجن ولا فيتال اورجن ايه دي اذا كانت اذا كانت اورجن بتاع الام ولا الولد نفسه هو اللي عاد اتصرش على البيبي عن طريق اليميونو جلوبيلين وقشر حاجة اليميونو جلوبيلين ايه واليميونو جلوبيلين جي بيقولك ان الست هي اللي ايه هي المتيرنال اورجن تمام طيب اما ما لقبها الانديريكت انديريكت بادور على الانتي بادي يعني بادور على الاجسام مضادة فلما لقيها اقول لحضرتك بما ان الاجسام المضادة موجودة اذا المرض موجود يا زهنية طريقة انديريكت ان ده الانتراديرمال تست رقم خمسة في منهجنا ده الانتراديرمال تست رقم خمسة في منهجنا احنا خدنا خمسة انتراديرمال تست لحد الوقت خدنا الكازوني بتاع الهايداتد خدنا البخمن بتاع الترايكنيل خدنا بتاع الدابليو بنكروفتي من 3 اربع حصص خدنا المونتنيجرو بتاع الليشمانيا والنهارده بناخد الفرنكل انتراديرمال تست في توكسوبلازم إنترادرمال تيست عادي مثل فكرة أي إنترادرمال تيست نحن أخذناه ورقم ثلاثة والأهم في الشرح النهاردة هو السابين فيلدمان داي تيست طيب تعال كده بما نشوف إيه بقى قصة السابين فيلدمان داي تيست ركز معي طيب السابين فيلدمان داي تيست هو عبارة عن فكرة اختبار لذيذ جدا أنا بجيب يا ولاد زي أمبوبتين أو أنا مش بجيبش أمبوبتين سأجيب أمبوبة واحدة بس لأشرح لك طبيعة المرض بجيب يا ولاد أمبوبة والأمبوبة دي بحط فيها تروفوزويت بحط فيها التوكسوبلازمة نفسها يعني بجيب التوكسوبلازمة نفسها أحط هنا كده توكسوبلازمة اللي هي بلغة المناعة اسمها إيه؟ ده الجسم الغريب فبلغة المناعة بنسميها إيه؟ أنتجن بجيب التوكسوبلازمة أنتجن وحطها في إناء وبجيب سابغة اسمها ميثايلين بلو سبغة اسمها Methyline vul إذن الانبوبة إذن الانبوبة دي عبارة عن Antigone و Methyline vul والانبوبة دي عبارة عن Antigone و Methyline vul وبجيب نقطة دم هفترض أننا أخد نقطة دم من إنسان سليم ونقطة دم من إنسان مصب مرض طيب تتوقع مين فيهم يكون جسمه يحتوي على الأجسام المضادة السليم أو المصاب؟ أكيد المصاب يبهين نقطة دم تلاقي فيها أجسام مضادة لكن النقطة تلاقي فيها أجسام مضادة تعال بقى مما نشوف ما سيحصل؟ ما سيحصل يا أولاد أن السابغة اللي اسمها بتحب الأنتجن اللي اسمه توكسو بلازم يعني السابغة بتحب الأنتجن جد وكذلك الأنتجن على الفكرة بيحب السابغة ويحبوا يمسكوا مع بعض ويبدأ يحصل زي نسبغ العينة بتاعتنا فتتسبغ بالسبغة اللي اسمها مثالين بلو فبيحصل ارتباط ما بين الاتنين صح؟ بس الفكرة كلها أن الأنتجن ده بيحب الجسم المضاد بتاعه يعني أنا عندي المثالين بلو والأنتجن الاتنين بيحبوا بعض بس الدنيا بالنسبة لهم هي الأنتي بادي هي دي الحياة اللي هتفرقهم الأنتي بادي لما يجي يظهر ساعتها الأنتجن لو أنا قدام اختياريا الأنتجن يمسك في الأنتي بادي ولا يمسك في المثالين بلو أنت العقل والمنطق بيقول إيه؟ بيقول إن الأنتجن يمسك في الأجسام المضادة إذن لو الإنسان ده مصاب بالمرض دمه يحتوي على أنتي بادي إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي الأنتجن مسك في الأنتي بادي كده السابغة لقت حاجة تسبوها؟ لا إذن يا دكتور لو العينة دي ما تسبغتش كده معناها أن الراجل ده بوزيتف ولا نيجاتيف بوزيتف ما هو الراجل ده كده مريض ما أنا بقول لك واخد جسم مضاد ده راجل مريض واخد نقطة دم تحتوي على الجسم المضاد الجسم المضاد لما مسك في الأنتجن كده السابغة ملقتش حاجة تسبوها إذن النو ستينيج تعني إن العين ده بوزيتف عشان كده لو تسبغت لو العينة دي ما تسبغتش الطبيعي إن إنت لو سبتها لوحدها تتسبغ لو جبتهم مع بعض جده تتسبغ لو ما تسبغتش ساعتها يبقى خبر مش صار خالص أقول العين للأسف أنت عندك تكسب لازم يبقى ده كده لاختبار الأول تعال لشان تأكد أو أكد لك صحة كلامي إيه اللي ممكن يحصل هنا الأنتجن وفيه السابغة هل في حاجة تالتة هل في حاجة تالتة تعوق إن يحصل ارتباط ما بينهم لا ما فيش فتلاقي السابغة مسكت في الأنتجن فتلاقي العينة كلها تسبغت تبقى لونها أزرق إذن لو حصل كده فيه أنتباطي لا إذن العينة دي هتطلع إذن الراجل ده ساعتها سليم يبقى لو العينة دي اتسبغت يا أولاد المثالين بلو سبغ كل التوكسوبلازم الأنتجن اللي موجودة في العينة ساعتها يعرف إن العينة دي نيجاتف والحمد لله ده شخص سليم ما عندوش أجسام مضادة أجنسة إذن الاختبارات بتاعتنا طبعا هنزلوكوستورة دي إن شاء الله إنت بس إيه اعرف إن الفكرة دي اسمها سابين فيلد مان دايتست سابين فيلد مان دايتست أعيده تاني يا أولاد مش مستهل أعيده حتى لو كده ببعيد الفيديو إنت إيه وعيش مع نفسك طيب خلصنا إحنا كده دايريكت وإن دايريكت وإن دايريكت وتست البيبي تعال أمام نخش على التريتمينت بتاع التوكسوبلازما إيه بقى التريتمينت بتاع التوكسوبلازما يا دكتور قال لك والله يبص لو أنا ثابت عندي إن في حالة فعلا مرضية فأنا هديها من ثلاث حاجات سالفا دايازين بيشتغل كأنت بيوتك بيينهيبت شوية إنزيمات كده في التوكسوبلازما وبايريميثامين اللي اتنين دول لازم يكونوا مع بعض ما ينفعش تكتب حاجة واحدة لازم اللي اتنين يكونوا مع بعض لازم تقوله إن أنا بيستخدم السالفا دايازين والبايريميثامين وممكن أن أدي فوليك أسد كسبلاي حلو الكلام؟ طيب لو أنا عندي واحدة ستة حامل وأنا عارف إن هي عندها المرض أو أنا مش عارف إن عندها المرض أنا شاكك هي جات في لسة في أول الحمل لسة بتقولي في الشهر الأول ولا الثاني يا دكتور أنا أثبت لها إنها حامل فأنا أسألها هل أنت كان عندك قطط فأقلت لي آه كان عندي قطط فساعتها أنا خايف أنا خايف إن المرض يتنقل لها صح؟ أنا لو أنا خايف يا أولاد أدي دوا اسمه سبايراميسين السبايراميسين دوا يمنع انتقال الميونو جلوبيلين ويمنع انتقال التوكسوبلازم ناثرول بلاسينتا للبيبي يعني حتى لو ستة دي كات مريضة لا أنا ممكن أتدي لها سبايراميسين ما يتنقلش لها إذا لو حد مصاب هتدي له سالفا دايازين واتدي له بايريميثامين اللي هو الدارابريم اللي احنا خدنا في الملاريا ومعهم فوليك أسد بس أهم حاجة لاتنين الأولانيين لو دي بريجنانت ولسه ما تنقلهاش أنا عايز أعمل لها بروفلاكسز هتديها السبايراميسين طب لو ده كان بيبي هتدي له الأربعة مع بع هتدي له الكمبينيشن بتاع السالفا دايازين والبايراميثين والفوليك أسد وعمل ألترنيشن مع السبايراميسين إما ده يا إما ده كده كده الاتنين مع بعض أو اشتغل الاتنين سواء بالتبادل عشان أقلل التوكسيستي من دواء منهم عشان مثلا ما يكونش في حاجة منهم توكسيك للطفل فعمل ألترنيشن ما بين الدوية الكنترول بتاعنا هو كلام فاضي ما فيهوش أي حاجة خالص هو عبارة عن نفس الكلام وانت هتبدأ تعرف طيب افتح للصفحة دي كده بعد إذن حضرتك اللي في المذكرة طيب إيه بقى القصة بتاعتنا ده نفس الكلام المورفولوجيكا اللي هو معبارة عن أربع أشكال تاكي زويت و برادي زويت سيستي ترو و فولس وأو أو سيست تمام التفاصيل دي مش هازك تعرفها دلوقتي أعرف بس الأسماء وخلاص المودوف انفكشن نفس اللي احنا قلناهم بس مزود أكسدينتال اللاب والكنترول هو كلام فاضي لو اللحمة حاول تطبخها حاول تطبخها كويس سقاحة تمام دايما القطة تفضل في البيت ما تخرجش بره عشان ما تاخدش العدوى من قطة الشوارع دايما نهتم بالأكل بتاعهم خلصة التوكسو بلازمة خلصة قصة التيشو سبروزوة الحصة الجاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض أو مش هنبدأ نحن هننهي خلاص هذا الشابتر هناخد حاجة اسمها انتستاينال سبروزوة ثلاثة كده فاضلين هناخدهم مرة واحدة وناخد القصة اللي انا قلت لك عليها بتاعت الأو أو سيست أشوفكم على خير يا أولاد